السلام عليكم احمد الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم مع وصفة جديدة وفيديو جديد وصفتنا لليوم ضمن الوصفات او اطباق يومية سهلة وسريعة واقتصادية ليحبوها وليدتنا بزاف ان شاء الله غادي نكتلكم من هالوصفات الاقتصادية والصيفية اليوم غادي نحضر معاكم الليبات او الماكرونة بصوص ميكسد ولي هي مخلطة جي بزاف ابنينا بدون لحوم وسهلة في التحضير تستحقوا التجربة يلا هو مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ولي اول خطرة تشوف قناتي ان شاء الله ما تنسانيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تتوصل بكل جديد وما تنساوش تخليوا لي لايك ويلا هو ان بديو انوجدوا هاد الطبق الشاهي اول حاجة في مقلات غادي ندير شوية الزيت كمية من الزيت ونزيدوا لها الثوم المفروم اللي هنا نخلي الزيت تسخن مليح ونديروا واحدة ثلاثة في صوص التوم يكونوا مرابين هكذا يكونوا حجم متوسط سوف نقليهم في الاول مع هاد الزيت حتى يتقلوا وعادة سوف نزيدوا البصل يعني هاد العملية اللي نقلي فيها الثوم هي اللي تعطينا المذاق بزاف ابنين خصوصا في هاد الاطباق تاع اللي باط اللي هنا قليت هاد الثوم التاعي ورايحة نزيد لها البصلة حبه تاع البصلة تكون كبيرة مرابيه انه اللي هنا اه اه فرمتها في هاد الاله هكذا بش تجيني اه دقة بزاف يعني يلا عندكم هاد الاشواق اللي ديروا فيها ويلا ما عندكم ش ديروا في الغاب يعني مهم حبه كبيرة تاع البصلة هكذا رابيوها وزيدوا وقليوها في هادك الزيت مع هادك الثوم يعني نخليوها حتى تدبال مليح امليح ونبدأ ونحركوها خطرة على خطرة هادي العصوص اللولة اللي رايحة اه نوجدها باش نخدم بها هاد الماكرونة اللي هنا عراني نحرك في هاد البصلة حتى نشوف هاد بالت مليح امليح ما نخليوها تنحرق هاد الطبق يجيب السف بنين ورايح يعجب وليداتها الماكرونة ما كانش وليدات ما يحبوهاش اللي هنا البصلة نتاعي هادي راها تتقلة وكنت اه اه رابيت اللي هنا زوج حبات تاع الطماطيش يكونوا متوسطين رابيوهم ونزيدهم على هاديك البصلة اللي اتقلات لي ونبدأ نزيد في التوابل اللي هنا اندي شوية الفلفل الحمر وشوية الفلفل الكحل والملح انا ننسيت باش نحط الملح في هاد المرحلة حتى يطبط عادة اه حطيت الهانت وما بتنسوش ونحرك جميع هاد المقادير ونخليها اه يعني خليها تتجمر مليح يعني مقص لها القاس ونخليها اللي هنا في هاد المرحلة ما كانه نزيده الطماطيش مصبرة يعني يكفي ونعم نحن نخلط حتى ينسجموا هاد المقادير ونخليها الطيب خاطرها تتقلة وتتجمر والأصوص متاعي تكون واجدة تقدروا تزيدوا معها وريقة على الرمض جيء بزاف بنيناء انا ما كانش عندي متواجد هاو دا المقارون التاعي راهي طيب انا اختارت هاد النوعية وانتم اختاروا النوعية اللي تكون عندكم متواجدة ولا اللي يحبوها او ليداتكم هادي هي اللي هنا راهي تغلى في الماء نخليه يزيد في طيب واحد شوية ونمشي ونوجدو لصوص الزوجة واللي هي لصوص بشامل كما تعرفوا كامل توجدوها المهم اللي هنا رايح نشاركها معاكم سوف نستخدم givenyo الزبد ونمتعها testing نسخة ملح نسخة التنمر سوف نضخ Forgive them مجردال مطبع قبل كتona نضعcn رائحنها هذه نوجدوه نachment نحطح نحطح ونحطح بهذا الطريقة ونحرك بها الطريقة ونبدأ نزيد عليها الحليب الحليب إلا كان دافئ رايحة خفة توجد لك رايحة خفة توجد لك لصوص بشامل متاعك أنا اللي هنا أراني نزيد في الحليب غير بشوية بشوية حتى نتحصل على القوام اللي هو أتقيل نقعد نزيده غير بشوية بشوية في الحليب بها الطريقة ونقعد نحركه بشوية عمل جيد هنا بدأت تتقال شوفوا هذا هو القوام نقعد غير نحرك حتى تبدأ تغلي ونحيها على القاز وهذه هي لصوص الزوجة اللي رايحة نضيرها في هذا الماكرون هاي دي لهنا بدأت تغلي رايحة نطفي عليها القاز ونزيد لها شوية الملح وشوية الفلفل كحل ولا بغيتوا تزيدوا لها الفرمج تقدروا تزيدوا أنا رايحة نزيدها من الفوق من بعد ونخلط وهذه هي لصوص نتاعي رهاء وجدة نخليها على جنب وهي دي الماكرونة نتاعي بعد ما صي راحة نشفتلي من الماء نزيد نصفيها مليح مليح من الماء ها قدرنا نتخلص من هاداك الماء راحة طابت مليح أنا هنا طيبتها بالملح يعني الماكيكاني غليدت لها الملح هاي دي الماكرونة نتاعي بعد ما نشفتها من الماء رايحة نزيد عليها هذي كلاسوس طوامات اللي وجدناها مع بات ونبدأ نخلط نخلط مليح مليح يعني بيدوا اللحوم وتجيب بزف بزف بنينا هذو كتجربوها ان شاء الله هو رايحتنا لإعجابكم ان شاء الله هذا ما غادي نديرو فهد فهد سخانة غير أطباق سهلة سريعة واقتصادية وتعجب وليداتنا نحن نخلط في هذا اللحوم مع هذو الماكرونة طيبوها مالح باش مزقودوش تزيدو في الملح دروك ما يتشربش نحن نخلط ونزيد نجيب هذيك الباش عمال اللي وجدتها معكم ونزيد حتى هي نفرغها من فوق هاكذا ما يتشرب جيدة او هذي كتبوها ههههه ماكرونة يعني سييه و ها ان شاء الله ما رايحينش دمو هنزيد نخلط مليح مليح و هنزيد نخلط مليح مليح مقارون انتاعي تقدروا تزيدوا حتى المعدنوس مفروم تقدروا تزيدوا اللي انا نفرقت هكذا نسرح ونزيد من فوق الفرماج غابي يعني نرابي والفرماج هكذا بشجي طبقة شبه من فوق ويزيد لها بناء على بناء اللي انا رايح نستعمل هاد النوعية اللي هو القرية يجي بزف بزف بنين هاد الفرماج انا نستعملها بزف الاطباق انتاعي اللي انا رايح نرابيه باش يجيني سهل ورايح نديره من فوق على فوق هاد الطبق بهاد الطريقة ماذا بيكم تختاروا النوعية اللي تكون شبه في الفرماج هكذا باش يجي اكلتاكم بنين ما نستعملوش فرماج غير ليجا كاين حلف فرماج رهين باع ميدوب ما فيه بنا موالوه هكذا نديروا نوعية شبه باش نتحصل على نتيجة شبه انا كنت سخنت الفرن على درجة متوسطة يعني ندخلوا هاد البلانتاعي ندخلها غير وقير في غير غير واحد الغلية هاد عما كان كل شي رفيه طيب يعني غير زيد ينشف وحد شوية ونزيد نعاود نشعله من فوق باش يحمر باش هاد الطبقات على الفرماج باش ندخل باش ندخل باش ندخل باش ندخل انشاء الله هكذا اعجابكم وانشاء الله هتخليوا لي لايك متنسوش متنسوش تخليوا لي لايك ونشكركم على المشاهدة واللي هنا رايحة انقص معكم باش تشوفوا كيفاش يجي شاهدكم فيه بصحة والى اللقاء في فيديو اخر شكراً لكم